نروح لنقطة تانية ولعب تاني وهو مروان عطية يعني كان اسم مروان في وقت من الأوقات كده لما بيكون مواجه مع منتخب مصر يقولك مروان يبقى فيه اهضار للأداب مروان عطية جاء كسر القاعدة تماما مروان عطية اللي أقدم أوراق اعتماده بمجهوده وبلمساته لكن قبل مجهوده ولمساته مروان عطية ده لو جيت اتكلمت قبل شهر يناير كنت هتقول ايه مروان عطية في الزمالك واضحة يعني كل الكلام كان بيتقال ان مروان عطية في الزمالك طيب لو انت جيت فكرت كده مكان لعب عايز يلعب بشكل اساسي يجي النادي في عمر السلية وحمد فتحي وقال يو ديانج في وسط الملعب واكرم توفيه يقدر يلعب في المركز ده ربنا يشفي اكيد صعب هلعب وسط دولي قال يو ديانج دولي لعب دولي حمد فتحي لعب دولي عمر السلية لعب دولي انا هاجة تنافس مع دول في يناير ولا روح لمكان اقدر الاقي ان انا متواجد بشكل اساسي من اول يوم زي زملائه اللي سبقوه لنادي الزمالك او اللي تعب معهم نادي الزمالك بالتأكيد العقل والمنطق لو انت عايز تلعب قورة ومش قد التحديات هتستسهل الامر خاصة ان نادي الزمالك كان متمسك بيك وطلبك وده كان تصرحات متبادلة بين المسؤولين هنا وهنا في الاندية لكن يجي تدخل من الكابتن محمود الخطيب ويحضر المفاوضات بنفسه مع الاساس محمد مصلحي ويكون رغبة اللاعب مع كابتن عمير توفيق الانضمام للنادي الاهلي ده لاعب واسق من امكانياته كويس قوي مش قلقان لاعب مش خايف من منافسه صحيح انا هنافس تلاتة كبار اه لكن انا عندي الامكانيات اللي اتهلني لده طيب انت ممكن تكون بتقيم نفسك في اوقات كتير جدا بشكل مبلغ فيه لما تيجي تتحط على ارض الواقع لما تيجي تطلع على الهوى انا مزيها جامج جدا تبتعال اطلع على الهوى فبتطلع على الهوى بتثبت امكانياتك طيب انا لعيب جامج جدا واقدر انافس عمر الصلاية واقدر انافس الهوى ديانج واقدر انافس حمد فتح فتيجي تتحط في الملعب تلاقيه لعب فعلا اضافة لعب كان جماهير النادي الاهلي سقف توقعاتهم لنجاح الصفقة دي واضافتها للنادي مش كبير دلوقتي بقى بيعقد عليه امال خط الوسط هل ده معناه ان كده مروان عطيها الموضوع انتهى شكرا نجحت لا ده دي بشاير نجاح بوادر نجاح دي بتقولك انت تمتلك مؤهلات النجاح في النادي الاهلي على المستوى العقلية اللي هي قبلة التحدي ده وعلى المستوى الفني اللي كان مسيطر على وسط الملعب تماما في مباراة القطن الكاميروني وكان هو مفتاح الفوز بالتمريرة اللي لعبها لمحمد مجد افشا اللي لعبها عرضية جاب منها كاربا الهدف الاول فده لعب امكانياته تؤهله لللعب في النادي الاهلي شخصيته تؤهله حتى الان لللعب في النادي الاهلي ليه بقول حتى الان لان نيامة لعيبة وكتير لعيبة جات كانت مبشرة جدا ولكن خطفتها الأضواء فأتمنى من مروان عطية يركز في تاريخ كبير جدا ممكن يصنعه مع النادي الاهلي يشوف عمر السلية يشوف حسين غالي يشوف اللعيبة اللي في وسط الملعب قدرت تحقق علامة مضيئة وتكتب اسمها بحروف من نور مروان عطية قادر على ده قادر على ده نتمنى التوفيق يكون حليفه نتمنى يستمر في نفس الاجتهاد والالتزام وهو يمتلك الموهبة نتمنى ألا تخطفوا الأضواء